بسم الله الرحمن الرحيم أحمد الله تبارك وتعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأصلي وأسلم مع إخوان المشاهدين وأخوات المشاهدات على سيد ولد آدم أجمعين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد وأسأل الله أن يتقبل منا صلواتنا وتسلماتنا على سيدنا ومولانا رسول الله وأن يحشرنا في زمرته وتحت لوائه يوم القيامة مع النبيين والصدقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا نصيحة هذا اليوم نصيحة غالية والله إن كل نصيحة نقدمها لكم في شهركم هذا غالية ومهمة نصيحة هذا اليوم إن شاء الله احفظوا أسراركم ولا تفضحوا أنفسكم ولا تكشفوا أسراركم لغيركم وبالذات إذا اتمنك أخوك المسلم على سر ما وهو يستشيرك في قضية ما وإتمنك ووثق بك فاتقل لها فيه واحفظ له سر حتى تدوم المودة بينك وبينه وحتى تظل هذه العلاقة الطيبة الأخوية تظل هذه العلاقة الطيبة الأخوية دائمة ومستمرة إن شاء الله هذا مهم جدا لأنه ستحدث له أمور وسيمر بقضايا ومنع طفات حرجة وسيجد نفسه في ساعة ما مضطرا أن يكشف لك ما يجول بخاطره وما يعانيه وهذا واجبك أن تسمع منه وأن تحسن الإنصاط إليه وأن تسري عنه وأن تسليه وأن تنصح له بما ينبغي أن تكون أو بما ينبغي أن ينصح به لوجه الله لأنه من حق المسلم على المسلم إذا استنصحك فانصح له بما يعود عليه بالخير وعلى أهل بيته إن شاء الله هذا يستوجب منك أيها المبارك ألا تكشف له سرا نعم وأن تحفظ عليه أسراره حتى تدوم المحبة وحتى يزداد إقباله عليك وحتى يثق وحتى يثق بك نعم كل هذا يترتب على كتمان سر أخيك المسلم وهذه النصيحة الغالية التي تبقي على المودة والمحبة أقدمها كذلك لكل زوجة مخلصة لكل زوجة تحب زوجها وتخلص له أقول لها بأمانة لن يزداد حبه لك ولن تزداد ثقته بك إلا إذا رأى منك حرصا على أسراره وتأكد بأنك لا تفشي له أو لا تفشين له سرا سرا إذا تأكد من ذلك لن يبخل عليك مطلقا بما لديه وبما استقر في نفسه وبما استكن في قلبه سيقبل عليك بنفس طيبة ويفشي لك ما يعانيه ويسألك المشورة ويستحفظك على أسراره وأقول وأؤكد إذا كنت من الذين يكتمون السر على هذا الرجل سيزداد حبه لك إن شاء الله وسيكشف لك ما يعانيه انتظارا أن يلقى منك كلمات طيبة تطمئن خاطرة وتسري عن نفسه وتواسيه بهذه الكلمات الطيبة التي تدل على المحبة والمودة نصيحة غالية لوجه الله تتميز بها كل امرأة مسلمة مخلصة طيبة أنها تحرص على سر زوجها ولا تكشفه لأحد أبدا إن شاء الله كوني كذلك تدم المودة بينكما بإذن الله وسلام الله وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته